احنا ما عندناش منتخب والله ما عندنا منتخب انا اسف لانا بقول كده وانا اسف وانا بالمناسبة انا بقولك كلمتين دول وانا عارف ان اللعيبة النهاردة اكتهدت وارقت بس احنا مش تقال احنا مش تقال في الملو احنا متوطرين احنا خايفين احنا من اول ديها قدام موزمبيك بنترعش بنترعش قدام موزمبيك انت عارف المقساة؟ انت بتخيل المقساة احنا في 2024 منتخم مصر سبع بطولات والتاريخ والاسم الكبير والاسماء العظيمة احنا منترعش وحنلقم قدام موزمبيك حال النهاردة قدام الكنغو احنا كل كرة علينا خطر مش النهاردة احنا كل كرة في البطولة قدام الاربع منتخبات اللي عمناهم خطر خطر كل كرة على مرمانة ايه ده؟ فيش منظومة خالص لا في الملعب ولا خارج الملعب من قلبي والله انا اقول الكلمة دي من جوه 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 قلبي وانا اول مرة اتكلم بالطريقة دي بس حاسب يا الله ونعمل وكيل في كل واحد ما بيديش للرياضة المصرية وكرة القدم المصرية حقها بالعدل بالضمير بالشغل المحترم حاسب يا الله ونعمل وكيل فيك انت بتيجي عشان تاخد منصب بتيجي عشان تاخد مركز بتيجي وما بتشتغلش انا والله ادخل النهارده بقول الكلام ده من جوه قلبي ومن حسن الحظ مش ان احنا خسرنا بس احنا خسرنا والواحد داخل عليها على طول عشان مايفلطرش الكلام يقوله كده على طول ويطلع على اللي افتقته الله يسمحكم الله يسمحكم عشان النهارده فيه ميت مليون مصري على الاقل دلوقتي هينامز على نين بسبب واحد بيجامل واحد بيتوسط لحد غير مؤهل واحد مش عايز حتى يعمل مجهود ويصلح هو مش عايز غير حاجة واحدة بس لانه ياخد منصف في كرة القدم من مصري رجاء يا رب ان شاء الله من بكرة من بكرة ما شفش الوجوه دي وما شفش الوجوه اللي قابلهم ما شفش الوجوه اللي قابل قابلهم ونشوف ناس بقى بجد بتشتغل بضمير احنا نستحق ده والله احنا الشعب المصري احنا الجمهور المصري نستحق نشوف ناس بتشتغل بضمير والله بكل بساطة ومن كل من كل قلبي ارجوكم يا جماعة اللي يقدر يعمل ده يعمله أما أفشمين سلية در يامل در ياملو